ازايكم في الفيديو بتاع النهاردة جاي علمك ازاي تقدر تكتب قصة تسوقية باستخدام موقع شاجي بيتي او الزكاء الاصطناعي خلينا متفاقين ان فكرة الستوري تيلنج او سرد القصص التسوقية من اكبر الحاجات اللي بتأثر في العامل النفسي بتاع الكلاينت بتاعك وفي نفس الوقت لو استخدمت القصص التسوقية في الاعلانات الممالة بتاعتك او حتى في البوستس الارجانيك بتاعتك وخصوصا لو القصص دي كانت على شكل فيديو فانت تأكد مليون المية ان هيحصل تفاعل كبير على القصص بتاعتك او على الستوريز اللي انت بتعملها او على الاعلانات الممالة بتاعت حضرتك اللي انت بتنزلها على السوشيال ميديا فاحنا في الفيديو بتاع النهاردة جاي علمك الخطوات اللي تقدر تكتب بها قصة تسوقية علشان خاطر تعملها فيديو على السوشيال ميديا سواء بقى كان الفيديو ده موشن جرافيك او كان فيديو حضرتك هتصوره باستخدام الكاميرات وتجيب ممثلين وموديل يعملوا القصة التسوقية دي ولكن خليني في البداية اقولك على نقطة مهمة جدا عشان نفهم ازاي اصلا نكتب القصة التسوقية القصة التسوقية بيبقى لها نوعين ياما انها قصة حقيقية يعني حاجة انت بتحكيها عن البراند بتاعك او قصة خيالية والقصة الخيالية دي هي قصة انت بتنشئها من وحي خيالك او احنا بنقول عليها كده من وحي خيال المؤلف عشان خاطر المشاهد او العميل يبدأ يتعاطف مع البطل اللي موجود في القصة ويحس بقلمه او يحس انه هو عنده نفس المشكلة بتاعة البطل اللي موجود في القصة بتاعتنا عشان خاطر لما يتعاطف معاه يبدأ يروح يعمل الحل اللي بطل القصة بتاعتنا عمله عشان يوصل للهدف المطلوب والهدف المطلوب هنا هيبقى الرسالة الاعلانية الخاصة بحضرتك فاحنا في الفيديو بتاع النهاردة جينا نتكلم بقى عن الشق التاني اللي هو لو انا هكتب قصة تسويقية خالية علشان خاطر اخلي العميل او المشاهد بتاعي يحبها يشوفها يتفاعل معها يتعاطف معها او يتعاطف مع قصة البطل فبالتالي يتفاعل مع الاعلانات المموالة بتاعتك او البوستات الاورجانيك بتاعتك ويفهم انت بتقدم ايه من خلال قصة تسويقية وفي نفس الوقت ده هيقدي لتفاعل الجمهور معاكم مما لا شك فيه ان هيقدي لزيادة المبعاد بتاعت حضرتك لو مشيت على الموضوع بشكل سليم ازاي بقى هنعمل الكلام ده هو ده اللي انا جاي اشرحولك في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقول لك لو بتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يحصل كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى اقول لكم ازاي نقدر نكتب قصة تسويقية باستخدام موقع شات جي بيتي مبدئين كده خلينا نعرف الاول قبل ما نبدأ نكتب القصة بتاعتنا لازم نعرف الاول ايه هي عناصر القصة التسويقية يعني ايه هي العناصر اللي انا هعمل بيها القصة التسويقية بتاعتي علشان ايه بقى عشان حضرتك لو قدرت تفهم العناصر ديه بشكل كويس هتقدر تتعامل مع شات جي بيتي بسهولة وتقدر تدي له الامبوتس او المدخلات بشكل سليم عشان يخرج لك الاوتبوتس او المخرجات بشكل سليم لان قصة الزكاء الاصطناعي عموما مبنية في الاساس على الموضوع ده سواء شات جي بيتي او غيره يعني بالبلد كده علشان خاطر تقدر تطلع نتيجة كويسة لازم تدخل مدخلات كويسة الزكاء الاصطناعي يفهمها عشان يقدر يديك المخرجات اللي حضرتك عايزها لازم تتعلم الاول ايه هي العناصر الاساسية لكتابة القصة التسوئية اول حاجة هي الشخصيات اي قصة تسوئية لازم يبقى ليها شخصية الشخصية دي اللي احنا بنقول عليها البطل فممكن الشخصيات اللي تكون في القصة تكون متكونة من بطل واحد او يبقى معها حاجة اسمها او اللي احنا بنسميه الدور التاني او يعني مثلا على سبيل المثال الممثل التاني اللي هيحبك مع بطل القصة الرواية والحكاية يعني اكون عامل بطل القصة وعامل معاه شخصية تانية اللي بتدور الاحداث عليها او مثلا على سبيل المثال الشخصية دي اللي بتساعد البطل للوصول للنتيجة اللي احنا عايزين يبقى انا اول حاجة في القصة التسوية بتاعتي لازم يبقى عندي على الاقل بطل او ممكن يبقى بطل ومعاه دور تاني او شخصية تانية داخل الحكاية بتاعته العنصر التاني واللي احنا بنسميه الكونفليكت او الصراع ومعنى كلمة صراع كده بالبلدي ان انت لازم تبقى القصة بتاعتك تشمل تحدي ومشكلة يعني لازم بيقى فيه مشكلة البطل دمر بيها وعدى بتحديات معينة يبقى فيه تحفيز معين في القصة او اللي احنا بنسميه الموتيفيشا عشان في الاخر يقدر يوصل للنتيجة او حل المشكلة في نهاية القصة بتاعتنا واي قصة تسوقية لازم تكون بتتكون من حاجة اسمها البلوت او الحبكة يعني ايه الحبكة يعني القصة يكون لها بداية بعد كده يبقى فيها تطور للاحداث وبعد كده الزروة او اللي احنا بنسميها زروة الاحداث وهي حل بقى المشكلة اللي ويقع فيها البطل ونختم بالنهاية السعيدة او اللي احنا بقى في الاعلان بتاعنا بنسميه الكولتو اكشن والكولتو اكشن ده هو ان انا بقول للجمهور بتاعي لو عايز كزا او لو عايز تشتري كزا او لو عايز تعمل كذا انت اتصل بنا على رقم الفلاني او اضغط على الموقع الفلاني ما تقلقش كل ده انا هعلمه لك دلوقتي عملي اتقل بس علي وانا فهمك الكلام ده كله هنعمله ازاي المهم ان برضو في القصة التسويقية بتاعتنا لازم يبقى فيه ميسج لازم يبقى فيه رسالة لان الرسالة دي هي اصلا اللي بيقوم عليها القصة التسويقية بتاعتنا وطالما عملنا قصة تسويقية فالافضل ان هي يكون فيها عناصر بصرية يعني ايه عناصر بصرية يعني يكون الاعلان عبارة عن فيديو موشن جرافيك او حتى فيديو هنصوره باستخدام الكاميرات والمودلز والكاست والممثلين والكلام ده كله وبيقولك ان لو الاعلان بتاعك او القصة بتاعتك بتعتمد على ارقام يبقى لازم تدعم الارقام دي بقى دلة يعني مثلا ما اقولش ان سنة 1972 حصل كذا وكذا دي حاجة مش معروفة يبقى مدام حاجة مش معروفة لازم اقول ان المصدر الرقم ده جايب ومنين ممكن اقول مثلا موقع يوكوبيديا او اي حاجة بعد كده اخر حاجة الاسلوب واللغة ان انت لازم تتكلم باللغة بتاعة الجمهور اللي انت هتستهدفه يعني انا لو هتكلم مصري يبقى اروح استهدف الجمهور باللغة العربية المصرية العامية لو هتكلم مثلا خليجي بقى انا لازم اتكلم باللغة العربية الخليجية او ان القصة بتاعتي تتبني على اساس هذه اللهجة نقطة اخيرة برضو عايز اقولها لك ان مدامة انت هتبني بطل في القصة بتاعة سيادتك فاحنا هنا عندنا حال تاني اما ان انا بابني بطل وهمي او بابني القصة بتاعتي على اساس بطل وهمي او ان بابني القصة بتاعتي على اساس بطل معروف يعني بطل وهمي ده معناه ان انا هاخلق اي بطل وعشان اخلق اي بطل واقول اسمه كده في القصة بتاعتي يبقى لازم في بداية القصة بتاعتي اعرف مين هو البطل ده يعني انا مثلا بقول هبدأ القصة بتاعتي بواحد اسمه محمد مين محمد ده بيعمل ايه عشان ابدأ افهم قصة حياة محمد دون وابدأ افهم اعيش مع التجربة طب انا بقى لو هبني القصة بتاعتي مثلا على واحد معروف زي محمد صلاح مثلا فاذا انا هنا طالما هبني القصة بتاعتي على بطل او شخص معروف فانا هنا مش محتاج في بداية القصة ان انا اعرف البطل ده وانا في الفيديو بتاع النهاردة هوريك مثالين للكصتين دول لو انا هبني قصة على شخصية مش معروفة ولو انا هبني قصة على شخصية معروفة طيب خلينا في البداية كده نبدأ ندي مثال على فكرة ان انا هبني قصة تسوقية على شخصية من وحي خيالي طيب انا في الفيديو بتاع النهاردة حبيت كده اعمل حاجة مختلفة شوية على اساس ان انا اقدر اوري لك النتيجة النهائية بتاعتها وحاولت اصعب الموضوع اوي فتعال كده تخيل معي الستيوشن اللي انا هشرح لك دي عشان افهمك هنروح على شات جي بي تي نكتب القصة ازاي ويساعدنا ان احنا نكتب القصة ازاي انا هتخيل معاك ان احنا عندنا موقع اسمه احجز دوت كوم الموقع ده فكرته ببساطة شديدة ان بيخلي الناس تدخل تحجز من عليه موعيد لدخول الجيم يعني ايه موعيد لدخول الجيم طبعا فاكرين كلنا ساعة احداث كورونا كان كل الدول عاملة حاجة اسمها الاحترازات الوقائية يعني مثلا ان بيبقى في عدد محدود في مكان معين الناس التباعد الكلام ده كله ففكرة موقع احجز دوت كوم ده فكرته ببساطة شديدة كانت ايما ساعة احداث كورونا ساعة ما الاحترازات الوقائية دي تعملت فقال لك ايه قال لك ان الجيمات بقرار وزاري ما بقاش ينفع الناس تدخل فيها الا بعدد محدود وليكن مثلا من الساعة كزا للساعة كزا الجيم مش هشيل اكتر من عشرين فرد بس ده طبعا مثلا على سبيل المسال انا بس بحكي لك الموضوع عشان تتخيل معي المشكلة وازاي هنبدأ نبني عليها قصة وانا اصدت ان انا جيب موضوع صعب فالقصة بقى بتدور حوالين ان موقع احجز دوت كوم ده هيسهل للشخص اللي عايز يروح الجيم ان هو يقدر يحجز معاد من خلال التطبيق او من خلال الموقع الالكتروني قبل ما يروح الجيم بحيس ان هو يبقى ضامن ان ليه مكان في التوقيت ده وضامن ان هو يدخل الجيم وضامن ان هو يقضي اليوم بتاعه بالشكل اللي هو عايزه ويكون حجز معاد علشان خاطر لهو ما حجز معاد وراح من نفسه الجيم مش هيرضى يدخله تعالوا بقى نتخيل مع بعض كده ازاي نقدر نبني قصة تسوقية تبقى اعلان موشن جرافيك للموضوع ده اللي احنا بنعمله علشان نسوق او نماركت لموقع احجز دوت كوم قبل ما ننتقل لشاتجي بيتي عايز اقولك على حاجة مهمة جدا ان الاعلان ده اعلان بالفعل انا عملته قبل كده هوريك ازاي شاتجي بيتي طلع لي النتيجة وفي الاخر هوريك النتيجة النهائية اللي انا عملتها بعد يعني ما انا حبيت احط التوتش بتاعي في السكريبت اول حاجة عملتها ان انا رحت الموقع شاتجي بيتي وبدأت اقول له بقى اقول له ايه عايز اكتب قصة تسوقية لاعلان موشن جرافيك يبقى انا هنا بدأت احدد لازم ابقى محدد جدا وانا بكتب لشاتجي بيتي او للذكاء الاصطناعي عشان يفهم انت بتاع ايه وعايز تعمل ايه قلت له عايز اكتب قصة تسوقية لاعلان موشن جرافيك الاعلان ده يكون على السوشيال ميديا بعد كده رح تجاي محدد له مدة الفيديو مدة الفيديو لا تزيد عن دقيقة ونصف خد بالك من نقطة مهمة لو انت لسه بتتكلم مع شاتجي بيتي الاول مرة هيبقى الافضل ان انت تزود جملة هنا كمان بتاعة بلدك انا مدت لهش الحتة دي لان انا بالفعل فاتح شاتس كتير مع شاتجي بيتي وتكلمنا في حاجات كتير قبل كده فبالتالي خلاص هو عرف انا مين وعرف انا بعمل ايه وبتاع فخلاص بقى عارف ان كل الحاجات اللي انا بقرجها ببقى عايزها اسكريبت عربي باللغة العربية باللهجة المصرية المهم هنبدأ بقى نعرف العناصر بتاعة القصة التسوقية بتاعتنا انا قلت له خلاص عايز اكتب اه قصة تسوقية الاعلام موشن جرافك للسوشال ميديا لمدة الفيديو لا تزيد عن دقيقة ونصف هبدأ اقول له ايه بقى بطل القصة مش احنا قلنا من شوية ان احنا عندنا عناصر العناصر دي هي اللي انا هبدأ اديها عشان بناء عليها يبدأ افهم ان عايز ايه وبناء عليها يديني نتيجة كويسة فانا قلت له بطل القصة يبقى مين قلت له شاب اسم حسام طالما قلت حسام كده وخلاص فاحسام ده ايزا حد مش معروف ما جيتش قلت محمد صلاح مسلا مجيتش قلت عمر دياب مسلا انا بقول اسم حاجة مش معروفة يبقى انا هنا لازم اعمل ايه لازم البداية تكون تقديم الشخصيات على الوضع الحالي يعني انا بذكر الشخصية وبقدمها بعمل تقديم طيب انا هنا عملت ايه انا قدم قلت له قلت له الشاب ده اسمه حسام الشاب ده شاب رياضي جدا من الناس اللي بتحب تنزل الجيم يبقى انا هنا قلت له ان بطل القصة بتاعتي هو واحد اسم حسام حسام ده ايه مين حسام ده يعني لازم اعرفه لو مين حسام ده حسام ده عم واحد رياضي من الناس اللي بتحب تنزل الجيم الصراع بتاع القصة هيكون ايه مش احنا قلنا ان لازم بقى فيه صراع الصراع بتاع القصة هيقول ايه هقوله بقى ان الشخص ده كان عنده مشكلة في احداث كورونا انا هنا عملت ايه انا ببدأ ا بحكيله كده بعيشه معي الاجواء زي ما انا كده عيشتك معي الاجواء في الفيديو انا بحكيله الشخص ده كان عنده مشكلة في احداث كورونا بسبب انه كان بيحب ينزل الجيم كتير ولكن كانت مشكلته انه مش بيلاقي حجز بسبب القرارات الوزرية الجديدة ان الجيم بقى العدد فيه محدود طب سؤالي يا باسم هنا عشان بس افهم هو انت الحبكة دي جبتها منين يعني عملتها ازاي القصة ببساطة شديدة ان انا طلبت من العميل بتاعي ملف وورد او ملف بيدي اف يشرح لي فيه ليه الناس تستخدم الموقع الالكتروني بتاعه يعني ليه الناس تفتح موقع احجز دوت كوم هيحتاجه في ايه على سبيل المثال فاذا ان العميل بعتلي ملف وورد شرح لي فيه المشكلة اللي بتدور حوالين الشخص اللي عايز يحجز في الجيم علشان خاطر يفهمني فكرة الابليكيشن او فكرة الوب س فبالتالي انا من خلال فهمي للمشكلة بدأت عرف شات جبت ايه هي المشكلة اللي بيقابلها البطل بتاع القصة بتاعتنا بعد كده بوصل معاه بقى له زروة القصة مش احنا قلنا ان احنا عندنا في الحبكة البداية وتطوره زروة القصة زروة القصة بقى هكون ايه هتقوق هقوله ان الشخص ده عرف ان الجيم هيرجع يفتح من تاني بس المشكلة انه ما كانش يعرف موقع احجز دوت كوم اللي من خلاله يقدر يحجز معاد مسبق عشان طبعا يقدر يدخل الجيم وبعد كده بقوله ان بد إيستخدم موقع احجز دوت كوم عشان يحجز مكان في الجيم ويرجع ينزل الجيم بشكل طبيعي. الرسالة الاعلانية بتاعتي بقى ياعم الزكاة الاصطناعي ان احنا عندنا موقع اسم احجز دوت كوم تقدر تحجز من خلاله معاد لنزولك الجيم تقدر تحجز من خلاله معاد لنزولك الجيم عشان تقدر تلاقي مكان بسهولة وما توقعش في المشكلة زي حسام. اخر حاجة بقى بقى بقوله ان طريقة التواصل للحاجز هتبقى ادخل على موقع احجز دوت كوم عايز حبكة القصة او سارد القصة يمشي بالطريقة الفرنية ان انا اعرف البطل بعد كده تطور الاحداث بعد كده الزروة والرسالة الاعلانية بعد كده طريقة التواصل. الرجل بقى الجميل ده قلي ايه مين الرجل الجميل اللي هو شارجي بيتيه طبعا. قال لي المشاهد عشان لو هتعملها هتخلي الشخص بتاع يبدأ هو يعمل لك المشاهد زي ما هي زي ما شجي بيتيم ادي لك كده او لو انت هتصورها وهتعمل بقى موديل واخراج وتصوير ولوكيشن وحركات يبقى انت معاك اللي تصور عليها يعني ايه الدلع ده يعني هو ادي لك اللي سواء كنت هتعملها بفيديو موشن جرافيك او لو كنت انت هتصورها زي تصوير المسلسلات والافلام والكلام ده كله او الاعلانات الميديا برو دكشن اللي احنا بنشوفها في التلفزيون فقالك المشهد الاول تعريف البطل اللقطة الاولى هنبدأ بلقطة لشاب رياضي اسمه حسام يرتدي ملابس رياضية وبيقف قدام المراية في الجيم يعيد الحزام التدريب بتاعه وبينظر بعزم كده وبعد كده الكاميرا تتحرك ببطل عشان تظهر تفاصيل الجيم والالات الرياضية يا حلوة ياولاد ايه الجمال ده بعد كده اللقطة التانية فلاش باك حسام وهو بيتدرب بحماس في الجيم وبينتقل ما بين الالات الرياضية وبيبتسم كده بكل سكة وانا بيقولك دي هتبقى مشاهد سريعة هتبينه وهو بيتابع النظام الصحي بتاعه بعد كده دخل معاك على المشهد التالت اللي هو التطور والسراع قالك يتحول المشهد الى فترة جائحة كورونا حسام بيقف قدام باب الجيم المغلق يعني الجيم ببصت بقى عيش الاجواء بقى حسام بقى وقف قدام الجيم وهو الباب مقفول ينظر بحسن اللافتة اللي على الباب يعني من الاخر كده بيبص على اليفطة اللي موجود على الباب وبيبصلها كده بزعل اليفطة دي كانت مكتوب عليها ايه مغلق بسبب القرارات الوزارية بعد كده ينتقل المشهد ليظهر حسام يحاول الحجز عبر هاتفه ولكن كل الموعيد محجوزة مما يجعله يشعر بالإحباط يباسم هو كل ده عمال يديني المشاهد بس انا مش فاهم برضو السكريبت هيمشي ازاي اتقل 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 هفهمك بعد كده اللقطة الرابعة بيقول لي حسام يجلس في منزله مكتئبا يرى وزنه يزيد بعض الشيء الرجل بقى قلاص بدأ يدخن بسبب ان هو مش عارف يروح الجيم يحاول البحث عن حلول على الانترنت ولكن بلا فايدة وهنا بيظهر نص على الشاشة مش قادر تحجز مكان في الجيم بعد كده المشهد التالت بيبدأ فجأة يظهر هاتف حسام في يده وهو بيتصفح موقع للتواصل الاجتماعي وبيظهر له اعلان لموقع احجز.com فبيتحمس حسام جدا وبيبدأ في الدخول للموقع وبعد كده الكادر هنا الكاميرا بتركز على وجهه على وشه يعني وهو بيعبر عن السعادة يعني هو مبسوط بيبدأ يعمل الكادر كده يخش زوم ان كده على وش حسام عشان هو مبسوط عشان هيبدأ يعجز بسهولة بعد كده اللقطة الستة لقطات سريعة لحسام وهو داخل الجيم وبيتمرن وعنده كل سكة وحماس بعد كده المشهد الرابع او اللقطة السبعة هيبقى الكاميرا بتركز على الهاتف المحمول او الكمبيوتر وبيظهر جوه المحمول او الموبايل او الكمبيوتر موقع احجز.com وبينزل بالسلوجن ما تخليش المشكلة اللي وجهت حسام تحصل لك احجز مكانك في الجيم بسهولة عبر موقع www.ahgiz.com وبكده يكون شات جي بيتي ادلنا الستوري بورد شات جي بيتي كده ادلنا الستوري بورد بس انا الحد دلوقتي حلو انا بدأت اتخيل المشاهد بس مش فاهم الاسكريبت عامله ازاي والفويس اوفر الشخص اللي هيخد الاسكريبت ده ويبدأ يكتبه او يبدأ يقوله قدام المايك او هبعطه الستوديو يتسجل عشان نبدأ نعمل المشاهد لان خلينا متفقين ان المشاهد سواء بتتعمل موشن جرافيك او سواء بتتعمل ميديا بوردكشن فهو في الاخر الترتيب بيمشي كالتالي بكتب الاسكريبت اللي هو المعلق الصوتي يسجل الاعلان سواء في ستوديو او في الهوم ستوديو بتاعه او في ستوديو احترافي بعد كده الشغل الانيميشن او الجرافيك بيبدأ يتعمل او لو كان تصوير فالمخرج بيبدأ ياخد السكريبت ده وبياخد التعليق الصوتي كمان او السكريبت اللي تقال بالفويس اوفر ويبدأ يبني عليه المشاهد بتاعته ويبدأ يصورها يبقى احنا الخطوة الاولى للسكريبت الخطوة التانية التعليق الصوتي الخطوة الثالثة التصوير او الموشن جرافيك فاحنا كده خدنا ليا الخطوة الثالثة اللي هي الموشن جرافيك او لو كنا هنصورها ازاي بقى اكتب الاسكريبت عشان خاطر الفويس اوفر يسجله او المعلق الصوتي يسجله هاجي هنا لشات جي بتي هكتبله محتاج السكريبت الخاص بالفيديو ده يعني اديني بقى الاسكريبت انت جميل جدا القصة دي عجبتني ميت فلو عشرة انا محتاج السكريبت قالك بقى السكريبت ايه اللقطة الاولى هتكتب او المعلق الصوتي هيقول فيها ده حسام شاب برياضي جدا وبيعشق الجيم يبقى احنا السكريبت بتاعنا هيبدأ بجملة ده حسام شاب برياضي جدا وبيعشق الجيم هنا بيفكرك ان اللقطة الاولى هتبقى كاميرا بتتقرب او بتقرب ببطء من حسام وهو واقف قدام المراية وفي نفس التوقيت اللي احنا جايبين مشهد حسام واقف قدام المراية المعلق الصوتي هيقول او السكريبت هيكون مكتوب في ايه ده الجيم بعد كده هنخش على المشهد التاني هيقول لك ايه ده هيبقى عبارة عن فلاش باك لقطات سريعة لحسام وهو بيتضرب بحماس في الجيم المعلق الصوت هيقول ايه او السكريبت بتاعنا هيكون ايه لكن في وقت جائحة كورونا الجيم افل ابوابه وحسام كان بيدور على طريقة يقدر يرجع يتضرب تاني لكن كل الموعيد كانت محجوزة بعد كده بيخش معك في اللقطة التالتة وبيقول لك حسام هيبقى قاعد في البيت بقى مكتقب بقى وزعلان ومش عارف ايه وقال لك المعلق الصوتي ساعتها هيقول ايه كل محاولاته كانت بلا فايدة وحس حسام انه محبوس بعد كده دخل معاك في المشهد اللي بعد كده قال لك هنجيب لقطات سريعة كده لعم حسام وهو بيتفرق كده على موقع التواصل الاجتماعي عشان يظهر له اعلان احجز دوت كوم التعليق الصوت هيقول ايه لكن في يوم حسام لقى الحل موقع احجز دوت كوم اللي خليه يقدر يحجز مكانه في الجيم بكل سهولة اللقطة الخامسة بعد كده لقطات سريعة بقى لحسام وهو بيدخل الجيم مرة تانية التعليق الصوتي هنا برضه هيقول ايه رجع حسام للجيم ورجع لنشاطه وحماسه كل ده بفضل موقع احجز دوت كوم بعد كده المشهد الرابع يبقى التركيز على شاشة الهاتف او الكمبيوتر المحمول حيص يظهر موقع احجز دوت كوم المعلق الصوت هيقول ايه ما تخليش المشكلة اللي وجهت حسام تحصل لك احجز مكانك في الجيم بسهولة عبر موقع احجز دوت كوم بعد كده شعار احجز دوت كوم هيبدأ يظهر اللوجو بتاعه يعني والمعلق الصوت هيقول ايه احجز معادك الان واستمتع بجيم بدون مشاكل بكده يكون شاتج بتي ادالنا السكريبت طب لو انا عايز السكريبت بقى على بعضه من غير فواصل وممكن اقول له هنا اكتب لي السكريبت بالكامل بدون فواصل وبدون اللقطات تعالوا كنا نشوف اللي هيحصل هيبدأ بقى دلوقتي يكتب لي السكريبت كله على بعضه بدون فواصل عشان ابدأ اخده انا على ملف فورد عدل فيه لو انا عايز اوديه للفويس اوفر ويبدأ يقرأ القصة التسويقية بتاعتنا القصة التسويقية بتقول ايه ده حسام شاب رياضي جدا وبيعشق الجيم لكن في وقت جائحة كورونا الجيم قفل ابوابه وحسام كان بيدور على طريقة يقدر يرجع يتضرب بها تاني لكن كل الموعيد كانت محجوزة كل محاولاته كانت بلا فايدة وحس حسام انه محبوس لكن في يوم حسام لقى الحل موقع احجز دوت كوم اللي خليها يقدر يحجز مكانه في الجيم بكل سهولة رجع حسام للجيم ورجع لنشاطه وحماسه كل ده بفضل موقع احجز دوت كوم ما تخليش المشكلة اللي واجهة حسام تحصلك احجز مكانك في الجيم بكل سهولة عبر www.احجز دوت كوم احجز معادك الان واستمتع بجيم بدون مشاكل ايه رأيوكو بقى في الاسكريبت ده ياريت كده قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تخبط اللايك المتين وتعمل شير كده للفيديو وتخش تكتب لي كده كومنت ايه رأيك في الفيديو ده عشان ايه تديني الحماس ان انا عامل لك الفيديوهات الجميلة دي اكتر واكتر احنا هنا عملنا الاسكريبت تعال بقى وريك الخيال الجميل المبدع الاسكريبت ده ازاي طلع وازاي اتعمل فيديو موشن جرافيك بعد ما انا كده حطيت الططش بتاعي فيه عشان تشوفي النتيجة انها هي بتطلع الزعيد حسام شاب رياضي جدا من الناس اللي كانت بتحب تروح الجم كل يوم وتدهن زيت وترفع حديد عاش يا وحش اول ما عارف ان الجم هيرجع يفتح تاني بعد احداث كورونا فرح جدا وقام لبس الكتش الابيض ورافع حبيتين القمينو ونزل جري على الجم بس للاسف اول ما وصل عارف ان بقى فيه كرارات جديدة دلوقتي للجم ان العدد المسموح بيلي الدخول هيبقى محدود وانه كان لازم يحجز قبلها عشان يقدر يدخل خدوا بالكو ان الاسكريبت اللي طالع قدامكم في الفيديو الاخير ده بعد ما انا عملت عليه تعديلات بناء على رغبة العميل يعني انا اللي دخلت عملت شوية تعديلات كده بقى في الاسكريبت بخيالي بعد ما اخدت القصة وبعد كده زبطتها بطريقتي واعملناها تعالوا نرجع نكمل الفيديو مع بعض عشان نشوف الفيديو تعمل في ايه حدود وانه كان لازم يحجز قبلها عشان يقدر يدخل معلش يحسام خيرها في غيرها بس لو انت مقرر انك ترجع تنزل للجم تاني هو عتعمل زي حسام اولا لازم تشوف الاول الجم اللي انت ناوي تنزله مستوى النظافة فيه بقى عامل ازاي وهل بيعقم كل يوم وملتزم بالاحتياطات الوقائية ولا لا ده غير طبعا انك لازم تحجز من قبلها عشان ما تروحش على الفاضي وتضيع وقتك زي حسام وعشان كده احنا عملنا لك موقع الكتروني اسمه احجز دوت كوم احجز دوت كوم هو منصة الكترونية هتقدر تبحث فيها عن اقرب جم ليك وتشوف صور الجم وتعرف كمان اراء كل اللي راحوا تجم قبلك بعد كده الجزء الجاي من الفيديو هو بقى بيبدأ اشرح المزايا بتاعة موقع احجز دوت كوم اللي العميل طلب انها تتحطي في الفيديو وبعد كده بقفل بالسلوجان عادي وطريقة التواصل انا مش عايز ازود الفيديو اكتر من كده عشان خاطر انتو عارفين الحقق الملكية الفكري بتاعت اليوتيوب انه بيغلس جدا في الموضوع ده واتمنى يعني ان الجزء ده يعدي من اليوتيوب عشان اكون قدر تفهمك واشرح لك الفكرة ازاي بعد ما اخدنا السكريبت ازاي قدرنا نطلع الفيديو موشن جرافيك النهائي طيب ده كلام جميل يا عم باسم احنا هنا بنينا القصة بتاعتنا على شخصية واهمية من وحي خيالنا انت في البداية قلتلنا ان انا ممكن نبني القصة على شخصية واهمية من وحي خيالنا او على شخصية معروفة ازاي بقى نقدر نبنيها او نبني القصة بتاعتنا على شخصية معروفة تعالوا نتخيل مع بعض مثال تاني عشان افهمك ازاي هروح لشات جي بيتي واكتب له الكلام ده وازاي هيقدر يديني القصة اللي انا عايزة عشان اطلعها فيديو موشن جرافيك خلينا متفاقين كده في البداية ان محمد صلاح شخصية معروفة يعني اكيد ايه قوي عارفه ده ده حاجة يعني مفروغة منه فانا هتعالوا نتخيل كده الكيس مع بعض احنا عندنا موقع الكتروني هنبدأ نعمله اعلان جديد هنبدأ نعمله فيديو موشن جديد الاعلان ده او الموقع ده اسمه كوراوي فكرة موقع كوراوي ده عبارة عن ايه انا بفاهمك بس بعيشك معي الحالة عشان لما روح اكتب لشات جي بتي تبقى انت فاهم انا بكتب ايه القصة ببساطة شديدة ان الموقع ده بيسوق اللعيبة الصغيرين اللي هما تحت تمنتاشر سنة اللي هما الاطفال يعني اللي عايزين يبقوا لعيبة جامدة اللي عايزين يلعبوا في الاهلي عايزين يعبوا في زمالك نفسهم يروح يلعبوا في ليفربول نفسهم يبقى ليهم امجاد ويعملوا قصة محمد صلاح من تاني فالموقع ده فكرته ان هو زي ما قلت لك كده بيبدأ يسوق اللعيبة مع الاخذ في الاعتبار ان هو بيعمل بروفايل لكل لاعب على الموقع ده بيبقى فيه صور وفيديوهات والمهارات وبينطة الكورة مش عارف ايه وبيتكتب كل التفاصيل بتاعة اللاعب على الموقع ده وبيبدأ الموقع ده يتسوق للاندية الداخلية او المحلية والاندية الخارجية علشان خاطر يبدأ يسوق اللعيبة اللي موجودة فيه تعالوا بقى فهمكوا احنا ازاي قدرنا نعمل اسكريبت بالطريقة اللي انا لسه شرحالك من شوية وازاي الفيديو الاعلاني ده طلع في النهاية بس في البداية عايز افهمك ان القصة بتاعتنا المراضي هنبنيها على بطل حقيقي البطل ده هو محمد صلاح عشان كده انا مش هبقى محتاج اعرف في البداية هو مين محمد صلاح لاني اكيد اي حد هيتفرج على الاعلان عارف محمد صلاح طب انا للمراضي ربطته ببطل حقيقي مش بطل وهمي لاني انا عايز احط العاطفة اتجاه ناحية الناس اللي بتتفرج على الاعلان ان كل الناس اللي نفسها اولادها او كل الاطفال او الشباب اللي نفسهم يبقوا زي محمد صلاح فمحمد صلاح هو هيبقى بطل القصة بتاعتنا وانت كمشاهد هتبقى الشخص اللي نفسه يبقى زي البطل بتاعت او بتاع القصة بتاعتنا. ازاي الكلام ده بقى يتم? تعالوا ننتقل الى الشاشة عشان اشرح لوكو انا عملت الكلام ده ازاي. انا روحت الشاتج بتي قلت له عايز اكتب اسكريبت الفيديو هيكون موشن جرافيك. الاعلان هيكون لموقع اسمه كوراوي. مدة الفيديو لا تزيد عن دقيقتين. موقع كوراوي هو اول موقع تسويق لعيبة في مصر. فانا هنا باعرف له مين موقع كوراوي ده. قلت له محتاج الاسكريبت يكون في شكل قصة تسويقية. البطل فيها هو فخر العرب. وبعد كده قلت له عناصر القصة التسويقية هتكون كالقاتي. التحدي هيكون نبزة بسيطة عن التحديات التي واجهها فخر العرب محمد صلاح في بداية حياته لحد ما وصل للنجاح. يبقى انا هنا بدأت القصة بتاعتي ان انا طبعا اكيد هعرف محمد صلاح. بس هو مش محتاج تعريف انا هبدأ القصة بتاعتي بالتحدي على طول. فانا هنا هبدأ القصة بتاعتي بالتحدي او التحديات اللي واجهها محمد صلاح في حياته. عشان خطر انا مش محتاج اعرف مين هو محمد صلاح. خلاص هو هنا بطل شخصية معروفة بالفعل. فالتحدي هنا او عناصر القصة التسويقية بتاعتي هيكون كالقاتي. التحدي هنا هيكون نبزة بسيطة جدا عن التحديات التي واجهها فخر العرب محمد صلاح في بداية حياته لحد ما وصل للنجاح الرسالة الاعلانية ان فيه الاف من المواهب نفسها توصل ومش عارفة تبدأ الطريق منين وموقع كرةوي هو اللي هيسهل عليهم المشوار الموقع بيعمل بروفايل لكل لاعب بيحتوي على بياناته واسمه وصوره وفيديوهاته اللي بتبين مهاراته ومركز اللاعب في ملعب كرة القدم يعني الرجل ده بيلعب باك يمين باك شمال الكلام ده الموقع بيعرض ويسوي المواهبين في كرة القدم الى اقل من 18 سنة انا هنا بشرح لشات جي بيتين موقع ده بيعمل ايه والمفروض ان هو هيكون حلقة الوصل بين اللاعب والاندية اللي بيحلم يلعب فيها لانه هيتعرض على الاندية المحلية والعالمية طريقة التسجيل هو الدخول على موقع كرةوي دوت كوم تعالوا كده نشوف الاسكريبت او الفيديو كده هيطلع معنا ازاي قال لك اسكريبت اعلاني الفيديو موشن جرافيك لموقع كرةوي المشهد الاول محمد صلاح وهو بيلعب كرة في شوارع ديئة طبعا يقصد مصر طبعا القصة بقى تبدأ يقولك ايه في يوم من الايام كان فيه شاب بسيط بيلعب كرة في شوارع مصر الديئة يحلم زي اي طفل انه يبقى نجم كبير التحديات كانت كتيرة الطريق كان صعب لكن بالاسرار والعزيمة قدر يتغلب عليها ويحقق حلمه الشاب ده هو فخر العرب محمد صلاح بعد كده المشهد التاني صورة محمد صلاح وهو بيرفع كاس طبعا اكيد مش كاس افريقيا لان لسه لحد الان للاسف ما حصلنا ناشي الحظ بس خلينا نقول ان هو كاس العالم الاندية مثلا على سبيل المثال المهم بيقولك ايه السكريبت بس محمد صلاح مش الوحيد اللي عنده موهبة واحلام في الاف الموهبين في مصر اللي بتحلم توصل للنجومية لكن مش عارفة تبدأ منين المشهد التالت عرض شعار لموقع كروي والليسكريبت هيقولك الاتي هنا بيجي دور موقع كروي اول موقع تسويق العيبة في مصر الموقع ده هو البوابة اللي هتسهل المشوار على كل موهوب بعد كده المشهد الرابع والمشهد اللي بعد كده اللاعب صغير بيتضرب وصور بروفايل على الموقع قالك يبقى الاسكريبت موقع كروي بيعمل بروفايل لكل اللاعب البروفايل ده بيشمل بياناته واسمه وصوره وفيديوهاته اللي بتدين مهراته ومركزه في الملعب الموقع ده مش بس بيعرض المواهب لكن كمان بيسوق لها للاندية المحلية والعالمية بعد كده قالك ايه بسهولة هتقدر تسجل في الموقع وتعمل بروفايل وتبدأ رحلتك للوصول الاندية اللي بتحلم بيها المشهد اللي بعد كده اللاعب بيسجل في الموقع الاسكريبت هيكون كالقاتي ابدأ مشوارك دلوقتي وسجل على موقع كوراوي دوت كوم حلمك ممكن يكون حية بعد كده مشهد النهاية قالك شعار الموقع بقى ينزل ويتقال او الفويس اوفر يقول كوراوي لان كل موهبة تستحق الفرصة انا بعد كده قلتله انا عايزي الاسكريبت مكتوب بالكامل بدون ما تقسمني المشاهد عشان اقدر اتخيل الاسكريبت وقراء كله على بعضه اداني الاسكريبت بالطريقة دي في يوم من الايام كان فيه شاب بسيط بيلعب كورا في شوارع مصر الدايقة يحلم زي اي طفله انه يبقى نجم كبير التحديات كانت كتير الطريق كانت صعب لكن بالاسرار والعزيمة قدر يتغلب عليها ويحقق حلمه الشاب ده هو فخر العرب محمد صلاح بس محمد صلاح مش الوحيد اللي عنده موهبة واحلام في الاف المواهب في مصر اللي بتحلم توصل للنجومية لكن مش عارفة تبدأ منين هنا بيجي دور موقع كوراوي اول موقع تسويق لعبين في مصر الموقع ده هو البوابة اللي هتسهل المشوار على كل موهوب موقع كوراوي بيعمل البروفايل لكل لعب البروفايل ده بيشمل بياناته اسمه صوره وفيديوهاته اللي بتبين مهاراته ومركزه في الملعب تسجل في الموقع وتعمل البروفايل وتبدأ رحلتك للوصول الاندية اللي بتحلم تلعب فيها ابدأ مشوارك دلوقتي وسجل الان على موقع كوراوي دوت كوم حلمه ممكن يكون حقيقة كوراوي لان كل موهبة تستحق الفرصة بيتيقل يعني السكريبت ولا احلى ولا اروع ولا اجمل تعيسوا ان هو سكريبت في المقصات يعني تعالوا بقى وريكم السكريبت انا بصراحة عدلت عليه كتير لان ما كانش ينفع نقول اسم محمد صلاح في الاعلان خالص طبعا للحوال نظر الحوال الملكية الفكرية والكلام ده تعالوا وريكم انا بعد ما حطيت التوتش بتاعي وعدلت كده في السكريبت النتيجة النهائية طلعت ازاي وطبعا برضو بناء على طلبات العميل لان العميل كان فيه حاجات مهمة حابب ان هو يذكرها في السكريبت فانت مش لازم تاخد الستوري زي ما طلعالك من شات جيبتي بالزبط انت يعني خليها اعتبره كده ان هو بيديك الحاجة الغلاف الجميل الحلو وانت تبدأ التعدل وتحط التوتش بتاعك في القصة التسوية بتاعتك تعالوا وريكم النتيجة النهائية طلعت ازاي لانها فعلا كانت نتيجة مبهرة كلنا عارفين حكاية فخر العروب ابتدناها معامل الصفر عارفين قد ايه تعب عشان يوصل لنجاح ده طريقه ما كانش سهل كان صعب شبه مستحيل لكنه وصل بس لسه فيه آلاف المواهب اللي نفسها توصل ومش عارفة تبدأ الطريق من يد عشان كده ابتدين مشروع كوراوي وقررنا نوصل المواهب دي للأماكن اللي تستحقها ويبقى عندنا ألاف وألاف من فخر العرب كوراوي أول موقع تسويق لعيبة في مصر بيعرضوا يسوق موهبين كرة القدم الأقل من 18 سنة من خلال عمل بروفايل اللاعب على الموقع بيبقى فيه كل معلوماته وصوره وفيديوهاته اللي بتبين مهاراته وموهبته وده هيكون حلقة وصل بينه وبين النادي اللي بيحلم يلعب فيه لأنه هنتعرض على أكبر الأندية المحلية والعالمية طبعا السكريبت بعد كده مكمل شوية المزايا اللي موجودة في الموقع وبعد كده خطبنا السكريبت عادي جدا اللي هو للحجز ادخل على موقع كوراوي دوت كوم أنا بس مرضيتش اطول عليك الفيديو أكتر من كده وبرضو نظرا لحقوق الملكية الفكرية بتاعت اليوتيوب آخر حاجة بس عايز أقولها لك أن أنا عامل كورس كامل بيعل إسمه كورس التسويق بالمحتوى كورس التسويق بالمحتوى ده بيعرفك إزاي تتعلم كتابت المحتوى البيع المباشر والغير مباشر وكمان تتعلم إزاي تكتب قصص تسويقية وتتعلم استراتيجيات كتير لكتابة المحتوى وهتتعلم إيه هي استراتيجية الدايرة الزهبية والفرق ما بين وهتفهم كمان إزاي تقدر تسوّق بالمحتوى لنفسك الكلام ده كله أو الكورس ده كله موجود في دليل اسمه دليلك الشامل تتعلم صناعة المحتوى والدليل ده اللي هتتعلم فيه كتابة المحتوى هتتعلم فيه التصوير وهتتعلم في الاضاءة هتتعلم ازاي تعمل بالطريقة اللي انت تتفرج عليها دي دلوقتي وكمان هتتعلم فيها الاخراج على برنامج وكمان هعلمك فيها المنتاج على برنامج فلمورة وبرنامج بالاضافة ان هو فيه كمان كورس اليوتيوب كورس الربح من الفيسبوك. كل الكلام ده موجود على موقع لو عايز تعرف اكتر عن باسمسكول تقدر تبعث لنا على الواتساب على الرقم اللي هسيبه لك في وصف الفيديو ده او تدخل على الموقع الالكتروني www.basmskool.com منصة باسمسكول هي اول منصة عربية مصرية هتعلمك التسويل الالكتروني وصناعة المحتوى وتصميم وبرمجة موقع الانترنت زي ما انا ما بخلتش عليك بالمعلومة يا ريت ما تبخلش عليها باللايك على الفيديو وانك تكتب كومنت على الفيديو وتتصيب لي رأيك عايز اعرف رأيك في الفيديو ايه لان الكومنتات واللايكات دي بتساعد الالجوريزمي بتاعت اليوتيوب انها تنشر الفيديو على الناس اكتر واكتر وتخلي الفايدة تعم على الناس كلها لو عجبك الفيديو هتنساش تعمل لايك وشيري لو بتفرج عليها على الفيسبوك لو بتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للكنا وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته